السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وي رب الجميع اكون دعم بخير هنرى بعض الوقت نموذج امتحان الترم خاص بمادة قصة التصميم الدخلي وموضوع اللي احنا نجيب امتحان ونحله لحاجة في غاية الأهمية فعاوزك بقى يعني دايما قبل اي امتحان تجيب نموذج امتحان عقلية عسل الفاتتة وتبدأ ان انت تجيب لوحة دول امتحان على لوحة وتبدأ تشغل عليها احنا ان شاء الله اللي امتحان بتاعنا هيبقى على لوحة نصفر خمسين في سبعين هحطرها واجبها معي وهبدأ بإذن الله استثمتها وقعد اشتغل عليها زي ما زمينا قبل كده كان بيعملوا هنشوفنا بعض الوقتي متحان الترم فاتت متحان الترم فاتت كان عبارة عن ورقة واحدة فقط كانت عبارة عن ورقة واحدة فقط كانت عبارة عن ورقة واحدة كده معي لما نيجي نشوف الورقة ديت هتلاقي ان فوق مكتوب من الوقت عبارة عن ساعتين امتحان بتاعنا ثلاث ساعات فانا كده هددك كمان ساعة زيادة ده بالنسبة للميت ترم هتليه برده ثلاث ساعات استنى الفاتت مختلفة اشواء على السناء دي استنى الفاتت كان دراسة ونصها اونلاين ونص التاني كان في الجامعة احنا السناء دي شغالين كله في الجامعة مع الحاجات اللي بنظهرك على جروب فانا كده كده اشتغال معك برده عن نت اونلاين اعساس برده لو حصل في الامور امور او جد في الامور يعني ايه جديد يبا احنا ان شاء الله هنطرف نكمل من خلال من خلال الجروب اللي احنا عملين على فيسبوك طيب امتحان بتاعنا ان شاء الله يبقى ثلاث ساعات امتحان الثالثة كان ساعتين يبقى انت امتحانك زيادة ساعة معنى كده ان فيه شغل زيادة هيتطلب تمام؟ عشان اعرف اكمل الساعة ده عشان يبقى امتحاني شباه امتحان فاينل ده كده رقم واحد رقم اثنين هجيب لوح نص فرق و هبدأ قسمها نصين النص الاول هقفيه جابة السؤال الاول ونص التاني هبقى جابة السؤال الايه التاني برده ان شاء الله امتحان بتاني هبقى سؤالين زيان امتحان الساعة اللي فاتف بقسمين خمس عشر و خمس عشر توتلت درجات تلاتين درجة تمام؟ تلاتين من اصل تسعين عندنا عمل السنة متقسمة تسعين درجة التي نعمل عليها تلاتين تبقى من طوال التيرم تبقى درجة التماثين فردية و شغل الجمالنا نعملناited من العرض الناس نعمله ده كله من ستين و الامتحان من التيرم من ثلاتين كده يبقى تسعين و ان شاء الله الامتحان الفاينال تمام كده سالبقى بإذن الله من ستين يبقى تسعين و الستين يبقى كده توتل مية وخمسين مجموعة درجات بنائتنا مية وخمسين طيب ده كده معناه ان انا ممكن اخش الامتحان وانا ناجح تمام وانا معدل نص وانا معدل خمسة سبعين اعمال السنة بتاعتي اطبع ممكن فشد حيلك وربنا وفعك وان شاء الله يعني احنا كلنا في المادة نجيب فيها امتياز طيب هنا السؤال او الامتحان متأسم لسؤالين سؤال اول وسؤال تاني 15 درجة و 15 درجة ان شاء الله برضو المتحام بتاني هتقسم سؤالين سؤال اول سؤال تاني برضو متأسمين بالتساوي 15 و 15 طيب هابدأ اعمل زوم ان كده على السؤال الاول طيب نجي نشوفنا بعض الرسمتين تمام الموجودين عندي هلاقي رسم المنطوب عليها ان كوريكت والرسمة التانية كوريكت وده من حد مش متخصص انا تبر ان اللي بلان ده مرسوم من حد مش متخصص انت باقي ساتك المتخصص اعليك باقي تبقى التعدل طبعا هعدل في الايه في ما هو داخل الشقة اما الاوتلاين الخارجي من شان فهعدل عليه تعمل كده شباب يبقى ان تقدر تعدل و تبدل زي ما انت عاوز جوا الشقة السكنية ده هي هو زي ما انت شايف دلوقتي ده عبارة عن بلان دور الارضي وفي دور بلسطة تاني دور الارضي لما اجا خش هلقان فيه عندي نهوة تويلت ولا فيه عندي مطبخ وفيه عندي نهوة داينينج هلقان فيه عندي زي رسيبشن وكايني لسه انا هكمل دوبليكس هطلع فوق ولا بقى بيت غرف النوم انا مهمنيش فوق في ايه لكن المهم عندي بلاندة فيه ايه فيه مكونات ده هيت طعم ما نساش ان فيه عندي كمان بنكونة بتطلع على فيو خارجي هو رسم الرسمة دي معامة لها اكس لها انكوركت ورسم الرسمة تانية معامة لها صح برضه هدخل هلاقان فيه عندي تويلت بس اعلاقة الحض الغسيل بالمرحوض مختلفة المطبخ شكله اختلف تمام رصة الكراسي مع الصفرة شكلها اختلف القعدة نفسها شكلها اختلفت تمام مكان تليفيجن شكله اختلف وهكذا فدلوقتي اعتبر انا عملت بس سري ديزاين تمام لكل ما هو داخل الشأ لكن اوتلاين تمام زي ما هو يعني يا شباب الاوتلاين بالتسبب لي مكان الشباك و مكان الباب و مكان بلاكونة و مكان السلم الى حد ما يعني ايه زي ما هو كداما انا في المدحان انا ملزم بالاوتلاين بتاعي يعني فيه بلاكونة موجودة في مكان معين اشهد رغير فيها اه في عندي سلم موجود في مكان معين ها مش اغير فيها او اغير فيها لاستحياء اه في عندي قواطع داخلية ممكن اغير فيها لاستحياء طمام كده لكن مش هادر اغير فيه الاوتلاين بس دالي اللي هو ده مكان الشباك و مكان البلاكون والحواطي الخارجية و حدودي مع جاري و حدودي مع الشارع ده اللي مدحش اغير فيه طمام كده يا شباب لكن هي حاجة داخلية تقدر طبعا تغير وتعدل زمان ت ايه زمان ت عاوز هنا مكتوب في السؤال الاول قعد بس من مسكة القفوك التالي بالطريقة الاصحة ذات اسلوب فرش داخلي المتقر و حديث وذلك الاستفادة من الفراغات الداخلية اقصى استفادة ممكنة اقصى استفادة ممكنة طمام كده يا شباب من عمل بعض اسكتشات المنظرية و توضيح مكانها او مسكة القفوك من قدال الاصحة و ده اللي احنا عملناه في اخر التنميرين اشتغلنا عليه برضو لسمنا بلانت كان فيه غرفة نوم و كان فيه مطبخ و حمام و كان فيه عندي ملكون و كان فيه طعام و بعد ان احنا نفرشها و كمان صعبناها نفسنا قلنا ان احنا نفرشها بفكر نابع من شخصية المستخدم تمام كده و احنا ان شاء الله اشتغلنا عليه شغل كويس و بدعنا فيه كلنا طيب يبقى دلوقتي كل مطلوب مني هرسم بلان واحد بس في اللوحة بتاعتي و بعد ما هرسم بلان هعدل بقى على الفرش ده منطبع عليه غلط و ده صح انا عاوز اعدل على الصح مفيش مشكلة لو انا شايف ان الغلط ده فيه حاجة فيه صحيحة ارسمه فبالنسبالي ارسمتون دول ريفرونس لكن في الاخر انا هرسم بلان واحد بس و هبدأ ان انا اعدل عليها بحيث ان انا اوصل لأفضل حل ممكن بحيث ان انا استفاد باقصر استفادة ممكنة من الفرش اللي انا بعمله ده طيب ناخد بالنا استحسن ان بلان يترسم في اثنين لو الوحة مش هتكفي تمام هرسمه بنفس السكيل الموجود عندي في الورق وسأعتقد يبقى صغير يعني انا من انصار ان احنا نضرب البلان في اثنين و ابدأ ان انا اقسم لوحتي لاثنين الجزء العالمين يبقى فيه عندي شغل السؤال الاول و الجزء العالمين يبقى فيه شغل السؤال الثاني المهم يعني سواء ان احنا هنصب بنفس الحدود ديت او ان احنا نضرب في اثنين المهم ان احنا مش هنصغر و مهم بالنسبالي ان احنا مش هنفع اصغر رسمعا كده عشان الحق افرش و الحق اشوف الفرش ده طبعا حل السؤال مش بس فرش اند انا بقى افرش بلان و اطلع اقصهم ممكن اعمل لقطة داخلية و وجه داخلية ممكن اعمل لقطة منظرية داخلية ممكن اعمل تفصيلة ممكن اعمل سكشن داخلي و هكذا جما احنا عملنا في اخر تمرين اطلع اسهل موارد ان انا ارسم سكتشات سواء سكتش ده كالتفصيلة او لقطة داخلية منظرية او وجه داخلية كمان ممكن اهو او حتى تفاصيل اللي انا برسمه 3d او 2d طيب هنشوف ما بعد الاجابة ونخترت لكم كان افضل اجابة استان لفاتك اجابة زميلنا مصطفى خليل هنشوف دلوقتي مع بعض لوحته دي لوحة مصطفى خليل اللي عملها تمام في مدة زمنية كانت ساعتين تخيل زميلك في ساعتين عمل الشرده كله فانا متوقع منك باذن الله ان انت في 3 ساعة هتعمل احسن من كده بكتير اللي فينا هيجيب لام رصاص اللي عاود استعمل قلم الحبر اشنظر به اللي عاود استعمل ألوان في المصطر او خشب اللي عاود استعمل يوكين تمام؟ اجابة زميلك ما عمل كده انت بتحاول ترسم الفرش الاصح من وجهة نظرك انت حسب رغبتك انت وفي نفس الوقت تستغل الاكثر استفاده ممكنه وطلع اسهم وتشرح لي مكونات السكتش داعه عن ايه طيب زمينا شايفين دلوقتي يبقى الجزل على مين دوت اوكي؟ ده اجابة السؤال الاول الجزل على صارده اوه ده اجابة السؤال التاني احنا هنعمل كده هجيبلوها في حدود خمسين في سبعين وهبدأ قسمة نصين نص يمين نص شمال بحيس هجاب بعض السؤالين بالشكل ده او في نص البلان وطلع مجموهة اسهم واشرح عليها هنا في عندي البلان طلع مجموهة اسهم ممكن وجهة داخلية ممكن لقطة منظورية ممكن جزء من قطاع ممكن جزء تاني في تصميقات في وجهة داخلية اوضح فعال اضاءة اوضح فعال الارتفاعات اوضح فعال العلاقات نفس الكلامين اهو ان شاء الله اجابة شبه كده طبعا ان شاء الله انا متوقع نعمل احسن من كده طيب هنبدأ نشوف بقى هو مصطفى جاوب ازاي جزء الاولان من السؤال جزء الاول من السؤال جزء الاول من السؤال مصطفى قالها اخش من هنا طبعا احنا الرسمة اكيد فيها نسبة من الخطأ اوكي يا شباب انت هتلاحظها بعينيك نكي احنا ادوة هننردها على سبيل المثال لكن اكيد في نسبة من الخطأ انا هنخش من هنا هتطر اقفل الباب وعد كده افتح الباب التاني عشان اخش على فراغ المخصص للاه الحمام والطويلت ومصطفى بدأ يقسمه بفكرة الزوننج ادي واحد اثنين ثلاثة يعني فيه فراغ مخصص لحضر غسيل فراغ ثاني مخصص للطويلت وفراغ ثلاث مخصص للاه البانيو اللي انا هستحمى فيه الصباح اخد فيه شوار ونواقف او اللي انا ممدد ونائم فيه طيب وبعد كده هكامل الممرضة اهو لان فيه عندي نهوة مسيحة هتبقى فيها مطبخ مفتوح طبع العلاقات ما بين المطبخ ده الأجازة فيه وبعده كنا اتكلمنا ان فيه عندي ثلاث عناصر فغاية الاهمية حد فكرهم ايوة فيه عندي جزء الخاص بالتخزين اللي هي التلاجة وجزء الخاص بالغسيل وهو حضر الغسيل وجزء الثالث الخاص به الطهل يبقى الثلاث اجازة فغاية الاهمية مسلس الحركة بساس الحركة احنا ممكن يكون linear او ممكن يكون parallel او ممكن يكون L shape او ممكن يكون U shape او برع عن U وفيه جزء منه الرابع اللي هو فيه التراويزة وهكذا طيب زماننا عمل ايه حط التلاث اجازة وبدأ ان هو يدرس مسرات الحركة وعمل counter وعمل انهوة مكان بحيث ان فيه شخص او اتنين او تلاثة ممكن يكون وبدأ ان هو يرسم sketchات بيقول من خلال الفرش لان الفرش ده ممكن يطبق وتفرد نظم المساحة عندي مساحة صغيرة ومحدودة واسفل السلم بدأ استغله بمجموع الدوليب فكرة نرسم دوتت عشان نبين ان فيه حاجات فوقية ده حاجة في غاية اهمية او ارسم دوتت ان فيه حاجة تتفكي وتتركب تمام او بتنزل وتطلع ده حاجة في غاية اهمية وكده اقرب حاجة للبلكونة او طرس بتاعي عمل كواد مكان اعرف اقرب فيه واطلع منه بشكل مباشر على البلكونة هذا الحل المنتظر البساطة اللي مصطفى فكر فيه مهمة قوي في الامتحان ان انت متعملش تعدادات كثيرة فيه ناس بتعدل الاماكن وتشقر بالبلكونة فبالتالي تجي ترسمه يعني يفلت منهم الوقت ما يكفيش ان هم يفرشو صح فلو سمح تعدل في حدود المعقول عاوز تكبر مساحة سيننات صغر مساحة تعدل مكان الباب السلم بدلا من هو مسلا يبقى قلب واحدة يبقى قلبتين زي ده بسيط يعني عدل في حدود المعقول لا تغيرش تعديلات جذرية عشان الوقت هيجري مش هتلحق تشتغل في المهمة طيب حنشوف اللوحة مع بعض مصطفى فكر فيها ازاي 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 مصطفى استغل الجزر الاسفل السلم بدى يعمل دوريب بالشكل ده بحيث تبقى عندي فيه فرش بلتق مصطفى وخد لقطة يوضح فيها الفكر ده برضو خد لقطة تانية في المطبخ قال ان فيه عندي كاونتر بتقفل وتفتح وقال ان هستغل الجزر ده هوت ان انا هبدأ اطهي فيه كمان برضو حس الناس الاعدين هيكلوا اكلوا ايه اكل سخن وقال لك المسيح حديث السوعة بتلاتة وعمل برتشن صغير بعده بحيث يبقى فصل من خلال النظر لكن في نفس الوقت انا شايف الموجود قاعدينك والقاعدينك شايف فدع تبقى برتشن خفيف زي راح ندربنا عليه كده كالتمارين الاولية برده ان هوت يرسم السفرة ان هي بتتفرد وتتركب كما التمارين احنا عملناها وبدأ يرسم ثري دي للبلكونة بالشكل ده هو اصدت يوضع فيها اسلوب الفرش شكل عامل ازدي حتى ان هوت بدأ يرسم كمان كلاسي بتتركب ونفس كلام التليفجين بيتحرك معي فهذه كانت اجابة مصطفى اجابة مصطفى من خلال الاسكتشات المختلفة طيب نزول السؤال الثاني اللي احنا شايفين دلوقتي السؤال كان بيقول ايه قاعد رسم المسكة الوقت التالي مع وضع اسلوب الفرش داخلي مبتكر وحديث مبتكر وحديث ذهتي دايما في كل اسئلة وزيك الاستفادة من فرغات الداخلية اقصى استفادة ممكن وبرده كلمة اقصى او عبارة اقصى استفادة ممكنة دي معنا في كل اسئلة الغرفة النوم الرئاسية والحمام هذا جزء من بلان جزء من شقة فيها المستر في دروم وفيها تويلت اذا ما احنا شايفين كده هوت بحيث ان انا ارسل بلان ده هوت وهبدأ ارطلع اسكتشات ممكن اسكتشة دايك من 3D ممكن يكون الواجهة داخلية ممكن يكون ديتيلز بحيث ابدأ اوضح الفرش دايك عبارة عن ايه نكتوب هوم اعمل بعض اسكتشات المنظرية وتوضيح مكانها ومسقط القفق من خلال الاسهم المهم القوي يا شباب ان انا دايما اطلع سهل ورسم اسكتش والاسكتش ده لازم اشرح تحته لاننا بعضنا في التمرين اللي فات كان فعلا بيرسم البلان وطلع اسكتش ويسيبه لا لازم اوضح اشرح تحت اسكتش ده بيوضح ايه المتيرز المستعملة عبارة عن ايه الالوان المستعملة عبارة عن ايه الطريق التثبيت بتثبت ازاي وهكذا زي ما كده مصطفى دلوقتي هنشوف عمل كده في شغله بص كده معي على حل مصطفى اهو مصطفى باية اطلع اسهم وانا اعمل ان هو زوم ان على البلان بس لما هعمل زوم اوت كمان شوية هتشوف الاسكتشات والشرح تحتها بدأ مصطفى يرسم الجزء من البلان اللي هو المصر بيدرون من اوله بديد بس الاوتلاين بالنسبالي واحد ما تغيرش ان هو لو اغير ده معناه ان خرج للشارع او خدم من حدود جاره او خدم من سطح الشقة اللي جنبه طبعا ده ما ينفعش كده يا شباب طبعا احنا ملتظمين بالاوتلاين ده مصطفى عمل ايبا انا دخلت افتحت الباب بدأ يستغل الجزء العليمين ده اهو قال الجزء ده تعتبر مهمل زي ما شوفناه كده في السكتش اللي فات طبعا انا ليه ما استعملوهش مكان اغير فيه ملابس عشان كده عمل ان هوات فيه زي مراية وعمل ان هوات زي دولاب بلت ان وعمل فيه ارفوف بحيس بدا فراغته من هيدي انا فصلت الطويلت عن غرفة النوم الرئاسية وفي نفس الوقت تستغل الفراغ ده ستستغلال ان هو ممكن يغير فيه امراض بداعته حتى كمان ان احنا قلنا ان فيه عندنا في الطويلت لازم ان يكون فيه جزء سواء هو الطويلت او منبرة والفضل ان يكون منبرة في الجزء ده اهو ان انا الهدوم المش نضيف احطها فيه حتى احنا قلنا في الاماكن الواسعة بيقسم ما بين رجال والسيدات او دولاب اللي انا هحط فيه الهدوم اللي انا هدخدها واختلها بعد كده طب لو ما عندهش مساحة كافية هلاقي اندود موجود جوال حمام فزميننا عمل اهو بدأ يرسم الافكار مختلفين احنا شروح معها سواء كان دولاب بلت ان سواء تقرفه مقلقة مفتوحة سواء كان موجودة عندي مراية سواء كان موجودة عندي مكان ينفع اخزني فيه هدوم عندي المش نضيفة وهكذا وده اعتبر الجزء الفاصل ما بين غرفة النوم وبين الطويلة الخاص بغرفة النوم سوف تجدد ان الحمام تقسم 3 أجزاء الجزء الاولاني فيه حض الغسيم بتثبت على مخامة وهو عمل اثنين يبقى انه ممكن اقفل ببده يبقى ممكن حد يخش او اثنين يخش اخرين لا تحسين كده من اجل تصرف صح صحي 100% يبقى هو يستفاد المساحه المساحه الكتاب من حيث الفرش و من حيث الفكر من حيث الفكر نهو مجالب بس نعمل بارتشن و عمل نهوات مكان ممكن يتقفل حتى رباب اوكوريون يبقى اذا دلوقتي هو فصل المكان اللي في المرحوض عن المكان اللي في حضر غسيل و حضر غسيل عمله اثنين عين و ثبته على الخامة عشان اشتهاكه و عشان كمان ممكن اثنين استعملوه بخلاف الثالث اللي هو يبقى موجود عندي نهو يبقى اشوف اودي ايه ديمانا بيفكر و طبعنه هو به طبعنه المستربيد روم حيث في الغرب اثنين و الان الفكر ان زوج والزوجة بسبب انا افكر ان الزوج والزوجة استعمالوه على ن определنته او مع نحوام اثنين اتفال و مع نحوام اطفال يبقى هش متى ايه اثنين قاعدين بره او استعمالو الخضر الغسيل ده هار كده و برض برضه عن نهوات نواليت بلتي ان منها ارفف مغلقه و منها ارفف مفتوحه و منها رف مغلقه باس انا شايفه من خلال الإزاز. زي ما حتفقنا بكتوت. دائما ان انا في تويلت عندي وفي المطبخ برضه. محتاج أرفف مفتوحة بشكل واضح. بحيث ان انا احطت عليها الحاجات السيلة باستعملها لمدار اليوم. تمام. ان كليات باستعملها. واحتاج أرفف تانية شبه مفتوح. يعني شبه مفتوحة. شبه مفتوحة. تمام. يعني ببقى شايف الحاجة الموجودة جوا بس هتبقى صعب ان انا وصلها. ممكن تكون مرتفعة شوية عن الارض او ان انا ببدأ اقفلها بازاز يعني ايه عشان اوصلها هيحتاج شوية موجود النوع الراء الثالث احنا هنا در وقت ارفف مفتوح وشبه مفتوح ده النوع الثاني النوع الثالث ارفف شبه مغلق يعني احس ان هي مقفولة لكن في نفس الوقت مش مقفولة برضو احطها من حيث المكان تبقى بعيدة شوية في نفس الوقت انا ممكن اقفلها بحس ان ايه ان هي تتشاف وفي نفس الوقت يصوب على الشخص ان هو ايه وصلها فانا احس ان هي اه يعني مغلقة بس يعني ايه فيها سنة كتا مفتوحة فديك تبقى اسمها شبه مغلقة اخر حاجة بالنسبة لي هي مغلقة تماما بقى مغلقة تماما يعني انا اقفلها ممكن كمان بخلال مفتاح وقفل تمام بحس ان انا يعني اعاوز اقمن عن الحاجة الموجودة جوه الدولاب ده اهو محاش يعني يقدر يفتحها غيري نظر ان فيها مثلا مواد سامة او نظر ان انا مخزن فيها حاجات وانا مش عاوز اخلي الاطفال حد فيهم يوصل بها انا كنت قبل كده حاجت لكم حكاية فكرة ان انا عندي مثلا سي مرة جاء ابن اختي صغير كان عنده وقتها في حدود خمس سنين او ست سنين وقال انا عاوز ارشق بيبس احنا حكيت الحكاية دي في المحاضرة ستقلت لكم حاضر اوكي تحت التلاجه وكتلو البيبس فا اي لأ انا انا عاد اعاوز ارشق بيبس من ده انا ان تحت الحوض انا ارشق بيبس من الباب سي مرة تحت الحوض انا تحت الحوض لا كانش فيها بيبس ولا حاجة انه هو سيح يعني هي زاز عمز وميكون بيبس لكن يجيها جواها ااه ا ظن ان انها كان في حدود صابون سايي حاجة كدة يعني ااااااااااااااااااااا افتخيل بقى ان الطفل يمكن أن تجد أطفال أمجيري أو شرب بطاوس أو شرب بطاوس أو غيره وبالتالي يستبب أضرار بشكل مباشر، إذا لم يرحقته، يمكن أن تقدر الله تأثر على حياته الموضوع الشباب في غاية الأهمية، بذلك أنا محتاج في الطويلت ومحتاج أيضا في المطبخ، يجب أن أعمل أماكن مغلقة تماماً وأماكن الثانية شبه مغلقة، وأماكن الثالثة شبه مفتوحة، وأماكن الثالثة ربعة مفتوحة طيب حبث يا شباب؟ هذا النزميل أنه كان يحاول أن أعماله في الجزء الثاني، تماماً من الفراغ يكون الفراغ لأنه كان هناك حد غسيل أو أين حد غسيل، ومقابلت تانية في أرفف متنوعه طيب، أخش أبقى جوا أنا ادنى تابع مكان، وهذا يوجد أول مكان، هناك دائما كان في الطويلت، وهذي تلت مكان، الذي فيه لدي المرحوض لاحظة نزمين افرش كمان تحت المرحاض طبعا هو الجزء ده بيبقى عندي مقطوع و قدام المرحاض بيبقى عندي سجادة طبعا صح نفس الكلام الهو بيبقى عندي سجادة فكرة افرش الحمام بسجاجيد مخصصة ليهم تمام الفراغات ديه طبعا لده صح 100% صح 100% خصوصا لو انا الشخص اللي بيستعمل المكان ده كبير في السن يعني كتير من شخص من الناس الكبار بيزحلقوا في المكان ده ها عشان امنع نهوي الزحلق انا ممكن ابدأ احط سجادة بما يتوافق مع المسطحات ديت عساس ان انا امنع نهوي ايه يمكن اقدر الله يقعد بالزحلق تعرف يعني الشخص الكبير او طفل صغير ما يدهرش يساطر عن نفسه زي الايه زي الشباب طيب يبقى هنا الجزء الخاص بالايه بالمرحاض وفي عندي نهوي زي بيبة وفي عندي جنبه المكان اللي هو فيه الفواطة وفي كمان عندي مكان اللي فيه الورق او مندي مكان اللي فيه الورق حاجات دي كلها انا رسلناها في جلق مخاص للطويلت وكده اخر جزء بالنسبة لنا وهو هيتاخد فيه تشاور وهنا زمننا بيقول ممكن الشاور اخده ونواقف في البانيو وممكن كمان امدد تمام وارتاخي واخد الشاور وانا امدد الجسم طبعا احنا شفنا مع بعض حمامات فيها الاثنين فيها الشاور وفيها البانيو هنا نظر ان المساحة محدودة تعمل بانيو ورس بانيو ممكن استعمل في وقت نوقات شاور تمام كيه يا شباب وهنا ممكن اقفله سواء بستارة او اقفله بماتيريال زي الازاز او البلاستيك المقوى بشفاف بحيث ان انا يبقى الشخص اللي هنا منفصل هنا بشكل ايه؟ بشكل كله حتى كمان امنع عن المياه اللي جاية في البانيو اول تنزل من الشاور ثانية تخرج برا وتبلل المكان ده تمام كيه يا شباب طبعا فكرة انا نقفل المكان ده فيلوم بورتشن خفيف او مواد خفيفة رقم واحد طبعا ده حاجة في غاية المهمية عشان اضمن ان درجة الحرارة اللي هي هتبقى بالنسبالي مرتفعة لما اعمل عملية تسخين هتبقى بالفراغ ده بس لكن هنا الجزء ده الجزء ده الجزء ده منتقصرش بيه تمام كده زي كده مفهوم السونى لان انا بتخلي درجة الحرارة في المكان ده الى حد ما عالي ده رقم واحد يبنا بدل من ما انا هسخن الحمام كله لان انا هسخن جزء بسيط من الحمام رقم اثنين اضمن المياه اللي موجودة نور مطلعش باره خصوصا انا بستحمى وان واقع رقم ثلاثة انه ممكن ان الجزء ده بحط فيه ازاز مخربش او ازاز معتم او بلاستيك شفاف او بلاستيك بالنسبة لي فيه نسبة معتمة فبالتالي ممكن حد يستعمل الفراغ ده او الفراغ ده وفيه حد جوه باستحمى وهم متأثروش ببعض تمام كده يا شباب يبقى ثلاثة استعمالها الدول يبقى اول حاجة عشان المياه متطلعش ببره رقم اثنين عشان اضمن هنا السخنية زي فكر تستحمى رقم ثلاثة ممكن كمان ان الفراغ اللي جنبه يستعمل بحيث ان فيه حد يستحمى وحد نهود في التويلت او حد يختل وشه تمام كده يبقى زمنة استعمال حمام الكبير لأربع اجزاء وده طبعا صح مياه في المياه جزء مخصص كأنه خلع ملابس متأخذين ملابس تمام وفيه مراه فيه دواليب وفيه قف الجزء الثاني فيه حوض غسيل او اتنين حوض غسيل وفيه عندي برض دواليب وقف الجزء الثالث فيه المرحوط او الطويلت تمام وممكن برضه احط فيه اه ارفف علوية والجزء الرابع اللي هو الجزء اللي هو فيه شاور او البانيو تمام كده شباب وزمعنا الحد كبير يعني اجاوب على الجزء ده اجابة صحيحة طبعا نستعمل الالوان وبدأ يشرح يتكلم في الماتيريال ويوصف تمام ممكن مقاسيات وهكذا هنجي نشو بقى فرش لغرفة النوم الرأسية وضع السرير وضع اثنين كوموت وضع الدولاب وضع التسريحة وضع فوق نهوات كورسيين وبينهم رابع صغيان كان يقدر زي منا يخلي السرير مع كورس يضعه هنا يبقى السرير كده لكن هذا كان يبقى صح؟ لا طبعا يبقى غلط طبعا تعرفين غلط ليه وهنا اكد معلومة رقم واحد ان الهنامي هنجي نهوات هيبقى متصل بشكل مباشر بالممر بالكوردور الموجود عندي فبالتالي مش هيرا في نامي فالدوق هيخشره الصوت هيخشره بشكل مباشر فبالتالي تعتبر الفرش غلط رقم اثنين فكرة التأهب ايه فكرة التأهب يعني انا محتاجه انام على السرير بعناي اشوف الشباك واشوف الباب اي حد هيخشه ويطلع هبقى انا شايفه انا لو هنا تمام او الفرش لو انا حطيته في مكان زي هنا ممكن مشوفش الداخل والخال بالنسبة لي ايه انا اخطه هنا الجهر مقابلا للباب والشباك ده حاجة لغاية الاهمية يبقى رقم واحد نظر لفاك حاجة لغاية الاهمى رقم اثنين فكرة الإيه اتطلب رقم ثلاثة طبعا فكرة أصوات نخلاف الأصوات المفادية من هنا صوت الباب نفسه الفتحه هي تقفل زي ما بنسمى بسهد صوت تذيئ هذا بيؤثر على الشخص التنينية فبالتالي انا لو جاءت القربة من الباب لبنت سيكون بسبب الإزعاج فهنا لحد ما برده يبيد عن الاهم وبقيت كمانا على حركة الداخل والخارج لان استرى واحد عاوز اجيب حاجة من الدولاب هيقدر يخش منتها السهولة ويخرم وانا هابهدى عنه اتخيل بقى لو السير ده انا هو والدولاب ده موجود هنا في الوش ده هاتر يعدي من جنبي ويمشي كتير عشان نروح عند الدولاب ويرجع تاني فبالتله يأثر علي نفس الكلام لو فيه حد نايم فيه اثنين نايمين لو سير عندي هنا في الحتة دي كده وظهروا بالحيطة دي ففيه واحد قريب من الباب والتاني بيت خاص عن الباب هاتر ينزل ويمشي كده ويمشي كده عشان يخرج لكن هنا هو لا ده هنا هيقعد ويخرج بشكل مباشر نفس الشخص هنا هيخرج بشكل مباشر فحتى مسافات السير قلت شاهد كل ده في السكتش باسيطة نظمنا رسمه فيه بعدين بيرسم الدولاب بلت ان ماشي فيه بعدين بيرسم الدولاب متحرك برده ماشي بس كان الدولاب هنا مضبوط تسريحة برده على قطب الباب والسرير برده مضبوطة فكرة الكورسيين والتراويزة عساس ان هو جنب الشباك يقدروا يشوفوا مشهر طبيعي ويقدروا ان هم يعودوا يتكلموا مع بعض وفي مكان كده هو فيه فيو فطبعا ده حل يعتبر ايه ممتاز فكرة استغلال الكورنر تمام زي ما زماننا كده حاول استغله دائما عندنا معظم الكورنر متهدر فأعتبر احدى الافكار نحن تدربنا عليها ازاي ان انا اعمل ارفوف او اقصى استفادة ممكنة في الكورنر اللي هو منسبة لي مكان محدش بيستعمله تماما يعني بكده يا شباب طبعا هين عمل الابواب بافكار مختلفة اعساس ان هو يعمل فصل في اجزاء ايه مختلفة هابدأ اعمل بقى زوم اوت عشان يشوف بقى سكتشات مختلفة لزمينة لسامها اهو بص كده معي ده بلان كنا نتكلم عليه ده لقطة انتيرو ديزاين بيتكلم على الارفوف الموجودة عندي اللي هو متخزن فيها بشكل مباشر ده طبع الارفوف مفتوحة ينفع ان انا اخد الحاجة دي واخطها بدأ يعمل كمان بخلاف اللقطة الداخلية وشورا عليها وشرحها بدأ يعمل اللقطة الداخلية كمان للفتحة بتاعت الشباك ويستطيع الرهيم موجودة وارتفاحها وعلى قطع بالارض وعلى قطع بالستق بدأ كمان يعمل قطاع جزء من القطاع في الحمام تحس يوضح الاضاءة ووضح الدوريب وهكذا طبعا خط القطع دوت ومعنى ان هو متد يمين ومتد شمال فقد انا هستعمله فرصماتي بدأ كمان ياخد لقطة تانية داخلية عساس ان هو بيوضح المكان اللي في عندي التسريحة تمام يمين التسريحة وشمال التسريحة نفس كدام نهوت المكان اللي هو في عندي السرير بتاعي برضو يمين السرير وشمال السرير طبعا اللقطة دي متاخدة كده فانا عندي نهوت فيه سرير والسرير كمان تحته في عندي غبرة عن تخزين مكان مخصص للتخزين سواء بخزن من خلال الادراج او بخزن من خلال ان تحت السرير بيبقى فيه عندي بشكل مباشر مكان مخصص لانا يخزن فيه يعني كثير مننا بيخزن ملابس شتوية او ملابس صيفية تحت السرير بالشكل ده بحيس يستفاد من المساحة اقصد استفادة ممكن فزمان اهو بدأ يوضح ده وكتب ده ورسم اهو مجموعة ايه ادراج ورسم الكموت يمين وشمال ورسم الاضاءة يمين وشمال ورسم كمان اه ارفوف يمين وشمال وهكذا طبعا الاضاءة الموجودة عندي برده بدأ ان هو يصممها وباقي اتمام معي فده كلها مجموعة سكتشات زماننا عملها بساعتين بس مجموعة سكتشات زماننا عملها في خلال ساعتين بس عشان يحول البلان البسيط ده البلان مليان ديتيلز بالشكل ده البلان مفروش صح والأطلاف داخلية ووجهات داخلية وتفاصيل وفيها شرح وفيها توصيف وفيها الحد ما المحتوى علمي مزبوط وفي كده يا شباب أعطبار نصحنا żyć انتحان ثم من المتر متخاص بالده خاص بمده تصميم الداخلي Ganfer في الوقت ASON الحق كده الغابط ممكن هتلاقيari الحمسان الفاتي كان سوالين سنة ده يبقى سوالين. كان كله عن السكني برضو السنة ده مترمان بتاعنا يبقى كله سكني. ممكن هتلاقي البلان التاني كبر شوية يعني هنا كنت جاهب البلان اللي هو السؤال الاولاني كان بلان تمام. في كذا جزء. في سلم في مدخل في عندي طويلت في عندي مطبخ. في عندي دايننج دايننج جنوم اللي هي غرف الطعام في عندي ليفنج اللي هي المعيشة وفي عندي بلكونة. ممكن تلاقي البلان ده شبهه موجود عندي. اما بقى السؤال الثاني كان في عندي بس غرفة نوم رئيسية وطويلت ممكن تلاقي السؤال الثاني بلايان اكبر من كده نظر ان انا عندي في فرق ساعة بين امتحان السنة اللي فات وامتحان السنة اللي فات وامتحان السنة طعم كده يا شباب يعني احنا دايما في الاختبارات في الامتحانات بجيب لك مساحات ديئة ليه بجيب مساحات ديئة عشان اختبارك اشوف ازاي هتستفاد بكل كبيرة وصغيرة في البلان ازاي استفاد بمساطحات الموجودة عندي اقصى استفادة ممكنة البلان ممكن ما يبينش كل كبيرة وصغيرة عندي لابتالي هابدأ اطلع مجموعة اسم واشرح عليها طعم كده يا شباب البلان اللي واحده مش كفاية لازم اشوف الارتفاعات اشوف الحوائل ديه شكله اعمل ازاي لازم اشوف الحاجات المتعلقة لازم اشوف شكل الدولار بشكل التسريحة شكل السطارة شكل الفتحة شكل ارتفاع كمود اتفاع السرير وهكذا فاللطات دي ها شباب في غاية الاهمية لطات المنظرية وواجهة الداخلية وواجهة الداخلية وشرح عليها ده شباب كله في منتهى الاهمية ان شاء الله يمتحان يكون سهل علينا وبإذن الله انا عارف انتو هتعرفوا تقدوا كويس في الامتحان ان شاء الله ان شاء الله كلنا نجي في امتيازات زي ما ادينا في اخر تمرين اللي هو كان عبارة عن بلان باهم الشغل عليه وطلع مجموعة اسم واشرح عليه وارسم اسكتشات كمشروع لطول بلانس تمام بفكر وشخصية حد معين انت اللي اخترته فان شاء الله كما ادينا في التمرين ده هنأدي بإذن الله كويس في الامتحان اللي جاني شكرا لكم يا شباب ورب انهاركم استفادنا استفادة كبيرة من خلال عرض نموذة بالامتحان للتدريب عشان اطرب نفسي وطبعا فيه نزكي يبدأ ايجيب لوحة والامتحان طبعا ده كده كده موجود معاك اهو خط نفسك ساعتين او ثلاثة وقد اشتغل وحاول تطلع افضل من اشطفهم وطلع على اساس ان انت بتحط نفسك في الاختبار وتمر بالتجربة قبل ما تروح الامتحان في الجمع ان شاء الله لو عدت في ساعتين ثلاثة خلصت ده اكيد في الامتحان هتوفت اخلصه وبالوقت هكافه زياده شكرا لكم يا شباب اتمنى ما الله عز وجل يكون دوت علم علمي ينتفع به اليوم القيامة شكرا لكم اشوفكم دايما على خير دكتور كمال الجبالوي